السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أبناء الطلاب والطالبات في مادة التربية البدنية والدفاع النفس وعنوان درس جديد في رياضة الكراتي اليوم راح نتكلم عن المهارات الهجومية من الحركة مايجيري قبل البداية لا ننسى دور وأهمية تمرينات الإحماء والتهية ولا ننسى الاستعداد بالملابس الرياضية الملائمة وشرب كميات كافية من الماء تعالوا نشوف أول تمرين للإحماء تمرين الأول المشي في المكان مع رفع الركبتين بالتبادل استعد ابتدين واحد اتنين ثلاث اربع خمس ست سبع ثمان ممتازين يا أبطال مرة ثانية واحد اتنين ثلاث اربع خمس ست سبع ثمان مجموعة ثانية واحد اتنين ثلاث اربع خمس ست سبع ثمان احسنتم يا أبطال مجموعة ثالثة واحد اتنين ثلاث اربع خمس ست سبع ثمان ومجموعة أخيرة يلا يا أبطال واحد اتنين ثلاث اربع خمس ست سبع ثمان قف ممتازين تعالوا نشوف تمرين الإحماء الثاني من الوقوف ثاني الجذع لليمين واللي صار بالتبادل يلا مع بعض استعد ابتدي واحد اتنين ثلاث اربع خمس ست سبع ثمان احسنتم يا أبطال مجموعة ثانية واحد اتنين ثلاث اربع خمس ست سبع ثمان مجموعة ثالثة وأخيرة يلا يا أبطال واحد اتنين ثلاث اربع خمس ست سبع ثمان قف حسنتم يا أبطال تعالوا نشوف تمرين الإحماء الثالث من وضع الوقوف والذراعين للجانب بشكل مستقيم تدوير الذراعين من مفصل الكتف للأمام يلا مع بعض استعد ابتدي واحد اتنين ثلاث اربع خمس ست سبع ثمان أحسنتم يا أبطال ومجموعة ثانية واحد اتنين ثلاث اربع خمس ست سبع ثمان وممتازين يا أبطال مجموعة ثالثة وأخيرة واحد اتنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان قف قف تازين يا أبطال شوف تمرين الإحماء الرابع نفس تمرين السابق ولكن بتدوير الدراعين للخل ولا ننسى أن تدوير يكون مفصل الكتف يلا مع بعض استعد ابتدي واحد اتنين ثلاث اربع خمس ست سبع تمان ممتازين مجموعة ثانية واحد اتنين ثلاث اربع خمس ست سبع تمان احسنتم يا أبطال مجموعة أخيرة واحد اتنين ثلاث اربع خمس ست سبع تمان قف ممتازين يا أبطال نشوف تمرين الإحماء التالي من الوقوف رفع رقبتين عاليا بالتبادل يلا مع بعض يا أبطال استعد ابتدي واحد اتنين ثلاث اربع خمس ست سبع تمان ممتازين مجموعة ثانية واحد اتنين ثلاث اربع خمس ست سبع تمان احسنتم مجموعة ثالثة وخيرة واحد اتنين ثلاث اربع خمس ست سبع تمان كيف حسنتم يا أبطال شوف تمرين الإحماء التالي من وضع الوقوف ميل الجذع للأمام والأسفل مع مراعاة استقامة الرجل بشكل كامل ومحاولة لمس أسفل الساق ويلا مع بعض استعد ابتدي واحد اتنين ثلاث اربع خمس ست سبع تمان احسنتم يا أبطال مجموعة ثانية واحد اتنين ثلاث اربع خمس ست سبع تمان مجموعة أخيرة إلا يا أبطال واحد اتنين ثلاث اربع خمس ست سبع تمان قف احسنتم يا أبطال نشوف آخر تمرين للإحماء من الوقوف فتحا وميل الجذع الأمام والأسفل مع مراعاة استقامة الرجل بشكل كامل محاولة لمس أسفل الساق ويلا مع بعض استعد ابتدي واحد اتنين ثلاث اربع خمس ست سبع تمان مجموعة ثانية واحد اتنين ثلاث اربع خمس ست سبع تمان مجموعة أخيرة إلا يا أبطال واحد اتنين ثلاث اربع خمس ست سبع ثمان قف امتازين يا أبطال يعطيكم العافية وكذا نكون جاهزين لدرسنا لهذا اليوم تعالوا خلونا نشوف درسنا لهذا اليوم اليوم درسنا هو في المهارات الهجومية من الحركة مايجري اللي هي الركلة الأمامية بالرجل اليمنى واليسرى من التحرك للأمام أهم المتطلبات السابقة لهذه المهارة وهي متطلبات تم شرحها في دروس سابقة أولا وقفة الاستعداد شيزنتيه بعد ذلك وقفة الارتكاز الأمامي زنكتسوداتشي بالرجل اليمنى بالرجل اليسرى واليمنى أيضا الركلة الأمامية من الثبات بالرجل اليمنى واليسرى أيضا وضع قيدام براي زنكتسوداتشي بالجانب الأيسر نذكر أبناء الطلاب والطالبات بالمهارات التي تم شرحها سابقا وهي أولا مهارة وقفة الاستعداد شيزنتيه فنذكر بأهم النقاط الفنية لا بد أن تكون القدمين متلاسقتين مع مراعاة استقامة الرجل بشكل كامل وأيضا الذراعين تكون بالجانب واستقامة وتوازي الكتفين والنظر للأمام بعد ذلك نقوم بلف الذراعين إلى الأعلى مع فتح قفضة اليد بعد ذلك نحكم إغلاق قفضة اليد ونحرك الرجل اليسرى للجانب الأيسر ومد الذراعين للأمام والأسفل وتقريبهما من أعلى الفخذ هذه المهارة نذكر هي مهارة الشيزنتيه أو هي مهارة وقفة الاستعداد أيضا من المهارات التي تم شرحها سابقا مهارة الارتكاز الأمامي زينكتسو داتشي وهي من المهارات المهمة في رياضة الكرة هذا هو الوضع الابتدائي بعد ذلك نقوم بثني الركبتين وتقريبهما من بعض بعد ذلك نقوم بتحريك الرجل اليمنى للأمام مع ثنيها من الركبة ومراعاة استقامة الرجل اليسرى وهي تعتبر أيضا من المهارات المهمة بعد ذلك نقوم بتحريك ودفع الرجل اليسرى للأمام وتقريبها من الرجل اليمنى بعد ذلك نحرك الرجل الأخرى للأمام ونذكر بأهمية ثاني مفصل الركبة واستقامة الرجل الأخرى وأيضا استقامة الصدر والجذع والنظر والوجه واتجاه الصدر يكون للأمام إضافة لهذه المهارات هناك مهارات تم شرحها سابقا وهي مهارة قيدام برايزن كتسو داتشي بالجانب الأيسر من وضع الشيزن تي أو وقفة الاستعداد نقوم بتقريب الرجلين من بعضهما ونلاحظ هنا أن القدمين متلاسقة مع ثاني بسيط في الركبة ووضع قبضة الذراع اليسرى بجانب الرقبة مع استقامة الذراع الحرة بعد ذلك نقوم بدفع وتحريك الرجل اليسرى للأمام ومد الذراع المدافعة إلى الأسفل والأمام مع سحب قبضة الذراع اليمنى إلى عظم الحوض هذه المهارات هي المهارات التي سوف نستخدمها اليوم قبل أداء مهارة المهارة الأساسية التي سيتم شرحها اليوم وهي مهارة المهارات الهجومي للحركة مايجري مواصفات الأداء المطلوبة لمهارتنا لهذا اليوم المايجري عند التنفيذ يتم اتباع نفس الخطوات الفنية في تعليم كل من مهارة الركلة الأمامية مايجري من الثبات ووقفة الارتكاز الأمامي زن كتسو داتشي بالرجل اليسرى واليمنى حيث يقوم الطالب من وقفة الاستعداد شيزن تي بأداء وضع لدام براي زن كتسو داتشي للأمام بالجانب الأيسر ثم يقوم بثني الذراعين أمام الصدر في وضع الاستعداد القتالي يسار ثم يقوم بما يلي أولا رفع ركبة الرجل اليمنى عاليا لمستوى الخصر مع استدارة قدم الارتكاز للخارج بزاوية 45 درجة بعد ذلك بسط ركبة الرجل اليمنى للأمام بشكل مستقيم في مستوى البطن حتى المد الكامل مع نقل الحركة من الجذع إلى الرجل الضاربة وتوجيه الركلة بكلوة القدم سوف نقوم أبناء الطلاب والطالبات بتطبيق لهذه المهارات التي سوف نؤديها أمامكم ولا ننسى أن بعض المهارات تم شرحها سابقا نبدأ أولا بمهارة الوقفة الاستعداد بعد ذلك نقوم بمهارة قدم براي بالجانب الأيسر من التقدم للأمام مع مراعاة ثاني ركبة الرجل اليسرى بعد ذلك نأخذ الوضع القتالي ولا ننسى أهم النقاط الفنية في مهارتنا لهذا اليوم ما يقري رفع الركبة إلى مستوى الحوض بعد ذلك مد الركبة وتوجيه الضربة بكلوة القدم سوف نقوم أبناء الطلاب والطالبات بتكرار لهذه المهارة من وقفة الاستعداد نقوم بأداء مهارة بالرجل اليسرى بعد ذلك نأخذ وضع الاستعداد ونؤدي مهارتنا لهذا اليوم ما يقري بالرجل اليمنى أتمنى أن تكون النقاط الفنية واضحة لديكم وسوف نقوم بأداء نفس المهارة بالجانب الآخر من الجسم أيضا من النقاط الفنية في المهارات الهجومية من الحركة ما يقري قبض ركبة الرجل اليمنى إلى الخلف عقبة الانتهاء من الركل وهبوطها على الأرض لوضع زينكتسو داتشي بالجانب الأيمن ورفع ركبة الرجل اليسرى عاليا لمستوى الخصر مع استدارة قدم ارتكاز الخارج بزاوية 45 درجة أيضا بسط ركبة الرجل اليسرى الأمام بشكل مستقيم في مستوى البطن حتى تمتد بالكامل مع نقل الحركة من الجذع إلى الرجل الضاربة وتوجيه الركلة بكلوة القدم قبض ركبة الرجل اليسرى إلى الخلف عقبة الركل وهبوطها على الأرض لوضع زينكتسو داتشي بالجانب الأيصر إذن أبناء الطلاب والطالبات سنذكر الآن ونؤكد على بعض النقاط الفنية بهذه المهارة رفع ركبة الرجل اليسرى الأمام بشكل مستقيم في مستوى البطن حتى تمتد بالكامل مع نقل الحركة من الجذع إلى الرجل الضاربة وتوجيه الركلة بكلوة القدم إذن أبناء الطلاب والطالبات نقصد بكلوة القدم هي المنطقة في القدم التي تكون أسفل الأصابع مباشرة وهي منطقة تعتبر فعالة أثناء أداء مهارة المايقري سوف نقوم بالشرح على الكف لنفترض أن هذه هي الأصابع المنطقة التي أسفل الأصابع مباشرة تسمى منطقة أو تسمى كلوة القدم هنا نستطيع أن نسميها كلوة اليد ولكن في القدم تسمى كلوة القدم وهي منطقة مهمة جدا أثناء أداء مهارة المايقري إذن نستكمل النقاط الفنية قبض عقبة الرجل اليسرى إلى الخلف عقبة الركل وهبوطها على الأرض لوضع زنكتسو داتشي بالجانب الأيسر إذن أبناء الطلاب والطالبات سوف نقوم بتطبيق لهذه المهارة وسنؤدي مهارات تم شرحها سابقا إذن من وقفة الاستعداد سوف نقوم بمهارة قدان براي بالجانب الأيمن وسنضم الجانب أو الرجل اليسرى اليمنى ونتقدم إلى الأمام بالجانب أو بالرجل اليمنى ثم نأخذ الوضع القتالي بعد ذلك نؤدي مهارة المايقري مع مراعاة النقاط الفنية التي تم شرحها سوف نقوم بإعادة لهذه المهارة حتى تكون واضحة لديكم إذن من وضع الشيزنتي أو اليوي داتشي أو وقفة الاستعداد نقوم بأداء مهارة القدان براي من التقدم إلى الأمام بالجانب الأيمن ثم نأخذ الوضع الاستعداد القتالي بعد ذلك نؤدي مهارة المايقري بهذه الطريقة إذن أبناء الطلاب والطالبات لا ننسى أهم النقاط الفنية في هذه المهارة رفع الركبة وبسط الرجل اليسرى وقبض ركبة الرجل اليسرى إلى الخلف وقبض ركبة الركل وهبوطها على الأرض لوضع زينكتسو داتشي أهم النقاط التعليمية في هذه المهارة مهارة المايقري ثاني ركبة قدم الارتكاز قليلا أثناء الأداء استدارة قدم الارتكاز الخارج بزاوية 45 درجة عدم هبوط ركبة الرجل الضاربة أثناء الأداء مد ركبة الرجل الضاربة كاملا بسرعة وقوة مع توجيه الركلة براحة القدم قبضت أو قبض ركبة الرجل الضاربة نحو الجسم عقب الانتهاء من الركل المحافظة على وضع الاستعداد القتالي أثناء الأداء وأداء وقفة زينكتسو داتشي قبل وبعد انتهاء الركلة أهم الأخطاء الشائعة المبالغة في استدارة قدم الارتكاز للخارج بزاوية 45 درجة هذه هي قدم الارتكاز المبالغة في لف القدم بزاوية أكثر من 45 درجة تعتبر من الأخطاء الشائعة وأيضا عدم توجيه الركلة براحة القدم عدم توجيه الركلة براحة القدم رفع عقب القدم أو قدم الارتكاز أثناء الركل تعتبر من الأخطاء الشائعة يجب أن يكون عقب القدم ثابت على الأرض ولا يرتفع أثناء الركل ميل الرأس للأمام أثناء الركلة يعتبر من الأخطاء الشائعة أيضا من الأخطاء الشائعة الضرب بأطراف الأصابع كما ذكرنا سابقا أن توجيه الضربة يكون باستخدام كلوة القدم أبناء الطلاب والطالبات اليوم شرحنا وتحدثنا عن مهارة المايقري وكذلك بعض المهارات المرتبطة بها مثل وقفة الاستعداد شيزين تي وأيضا مهارة الارتكاز الأمامي قدام ضراي وأيضا مهارة الارتكاز زين كوتسو داتشي وأيضا المهارة الأساسية لدرسنا لهذا اليوم وهي مهارة الركلة الهجومية مايقري نذكر أيضا بأهم النقاط عند التنفيذ يتم اتباع نفس الخطوات الفنية في تعليم كل من مهارة ركلة الأمامية مايقري من الثبات ووقفة الارتكاز الأمامي زين كوتسو داتشي بالرجل اليسرى واليمنى حيث يقوم الطالب من وقفة الاستعداد شيزين تي بأداء وضع قدم براي زين كوتسو داتشي للأمام بالجانب الأيسر ثم يقوم بتهني الذراعين أمام الصدر في وضع الاستعداد القتالي ثم يقوم بما يلي رفع رقبة الرجل اليمنى عالي لمستوى الخصر وبسط رقبة الرجل اليمنى الأمام بشكل مستقيم في مستوى البطن حتى المد التام وأيضا قبض رقبة الرجل اليمنى إلى الخلف عقب الانتهاء من الركل وهبوطها على الأرض لوضع زين كوتسو داتشي بالجانب الأيمن ورفع رقبة الرجل اليسرى عاليا لمستوى الخصر مع استدارة قدم الارتكاز للخارج بزاوية 45 درجة وبسط رقبة الرجل اليسرى الأمام بشكل مستقيم في مستوى البطن حتى تمتد بالكامل مع نقل الحركة من الجذع إلى الرجل الضاربة وتوجيه الركلة لكلوة القدم وأيضا قبض رقبة الرجل اليسرى إلى الخلف وعقب الركل وهبوطها على الأرض لوضع زين كوتسو داتشي للجانب الأيسر بهذا نكون أبناء الطلاب والطالبات انتهينا من درسنا لهذا اليوم شكرا لكم وليحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته